هم بيلقبوهم بالمامبة ايه المامبة دي؟ يعني ايه حكاية المامبة دي؟ يقولك المنتخب المامبة ايه المامبة دا؟ المامبة دا هو صعبان سام هو أطول صعبان سام في أفريقيا تقوله 2.5 متر تقريباً يعني 2.5 متر تقريباً يعني هم منتخب سعبين هناخد بنا يبقى ملكزين نعم سعبين فنياً يعني المامبة ايه؟ هو ده هو ده التعبان اوه بنا يسطر ربنا يسطر طيب تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 وخلال انتصار موزنبيك على رواندا بهدفين دون رجل كان منتخب موزنبيك لما حضر أحد المشجعين للمنتخب الموزنبيكي وصل بتعبان المنبى ده في لقطة شهيرة جدا لكادت أمام حضراتكم فعرفنا ساعتها الحكاية ايه ومن ساعتها اللقب ده من لازمهم بسبب الصعبان ده طيب ده الماضي الحالي بقى او الحاضر ايه اقولك انا قصة الجيل حالي بكيادة مدرب هذا المنتخب اسمه شيكينيو كوندي ده مدرب منتخب موزنبيك مش مدرب كبير في القرى الأفريقية هو مدرب محلي بيتولى مهمة منتخب موزنبيك منذ 2021 لعب مع منتخب موزنبيك 20 مباراة فاز في 6 مباراة فقط من العشرين مباراة تعادل في 4 وخصة كام خصر 10 مباراة سجل 22 هدف استقبل 32 هدف بالمناسبة المدرب ده أشهر فريق دربه في حياته كان فريق في موزنبيك اسمه فيروفوريو ده النادي اللي دربه هذا المدرب أو أكبر يعني إنجازاته يعني النادي ده طيب مدرب ده بطبيعة الحال لأنه يتعامل مع منتخب ما عندوش إمكانيات كبيرة فأسلوبه دايما دفاعي ما بيهاجمش قوي يعني أسلوبه دفاعي طيب اللي أسلوبه دفاعي ده اللي بيعتمد دايما على التحولات يعني الهجومية أو الهجمات المرتدة زي ما بيقول يعني اللي أسلوبه دفاعي ده ما حافظ على شباك نظاف أو نظافة شباكه من 18 يونيو 2023 يعني تقريبا من حوالي 144 يوم 144 يوم ما مش قادر يحافظ على نظافة شباكه أرى بلع دفاع بس مش عارف يحافظ يعني إن شاء الله سلكة بإذن الله سلكة للمربا بإذن الله يعني